السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية التعديل على الملف PDF فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تفتحون أي متصفة عندكم تكتبون في البحث I love PDF بيظهر معاكم هذا الموقع تضغطون عليه ومن هذه الواجهة كل عليكم تسوونها تروحون على خيار Edit PDF فتضغطون على هذه الايقونة ومن هنا تختارون ملف PDF اللي تبغونه من الكمبيوتر تضغطون Open فبشكل مباشر لو تلاحظون فتح معنا ملف PDF فهنا شاب عندكم الصفحات الموجودة في ملف PDF فعشان تسوون تعديلات عليه في عندكم أربع خيارات هنا الخيار الأول لو ضغطنا عليه نقدر نضيف أي كتابة على الملف هذا بعد ما نضيفوه الكتابة هنا عندكم الخط تقدرون تكبرون الخط المقاس اللي تبغونه وأيضا هنا عندكم الخطوط تقدرون تختارون أي خط ثاني وهنا عندكم التعدلات اللي تقدرون تسوونها على الكتابة وبهذه الطريقة تقدرون تغيرون الخلفية فهذه بخصوص الكتابة عشان تقدرون تعدلون وتضغطون على علامة اليد هذه تحركون المكان اللي تبغونه بهذه الطريقة بعد كده يا شباب الخيار الثاني اللي عندكم هنا اللي هو إذا حابين تضيفون صورة عن ملف نضغط عليه نختار أي صورة من عندنا نفترض هذه الصورة الآن فلو تلاحظون بهذه الطريقة اضفنا هذه الصورة هنا تقدرون تحكموهم في مقاس الصورة هنا يا شباب بخصوص الشفافية الخاصة بالصورة تقدرون تقللون الشفافية أيضا يا شاب بالنسبة للخيار هذا اللي هو خيار القلم تقدرون ترسمون على الصورة بهذه الطريقة إذا حابين تحذفون هذه الرسومات تضغطونا على علامة الحذف هذه وهنا بالنسبة لون الرسومات تقدرون تغيرونا بعدين يا شاب إذا حابين تكبرون حجم الخط هذا تضغطونا على هذه الأيقونة علامة الزائد فلو تلاحظون تغير معنا الحجم وعندكم هنا الخيار الأخير نضغط عليه لو ضغطنا على هذه الأيقونات راح يكون عندنا الرسم الدائر بهذه الطريقة وهنا تقدرون تسوون التعديلات اللي تبعونها أيضاً فيه أشكال أخرى لو ضغطنا على الشكل هذا نقدر نختار من هنا مثلاً علامة الصح بهذه الطريقة فبهذه الطريقة تقدرون تسوون التعديلات اللي تبعونها بعد ما تخلصون تضغطون Edit PDF وهنا تضغطون Download PDF فكذا لو تلاحظون تحمل معنا الملف خلونا نفتحها فهذا لو تلاحظون الآن الملف فتح معنا بهذه الطريقة موجود عليه جميع التعديلات اللي عدلناها فهنا لو تلاحظون التعديلات كلها موجودة ولكن عندكم الحروف الأفضل أنكم تسجلون اللغة الإنجليزية لما تسجلون تعديلات الممكن تطلع معاكم الحروف بهذه الطريقة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلام